كلمة عظيمة لا يقف أمامها الذنب مهما بلغ هذا الذنب عقيدة تجعلها في قلبك وفي نفسك أن أستغفر الله ليست بالهيينة وعزتي وجلالي ويقول الشيطان ما زال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجساده وقال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفرون أستغفر الله ليست بالهيينة أستغفر الله لو قالها العبد صادقا تمحوا عنه الشرك الأكبر الشرك الذي ليس بعده ذن إذا قال أستغفر الله فإن الله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا أين الخلل؟ الخلل أن ينسى يقول أستغفر الله وهو لا يدري ما معنى أستغفر الله أستغفر الله ويحس أن الذنب كبير أستغفر الله ويحس أن الله عظيم أنه كيف أذنب كذا لكنه ليس استشعارا بأن الله يغفر لا يعظم الذنب هذا من الشيطان لا تتعاظم على الله شيئا فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا ما قال الذين أذنبوا الله أكبر أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله من قال هذا هو أصدق القائلين ومن قال هذا هو أرحم ومن قال هذا هو خير الغافرين سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا من الله ما تركت شيئا كلمة أستغفر الله كلمة أستغفر الله كلمة أستغفر الله تنهد بها ذنوب العمر كله لو أن عبدا عاش حياته كلها في صغره وكبره وشبابه ومشيبه وهو يتعفر ويتمرغ في معاص الله وحدود الله وكبائر الذنوب ثم وقف في آخر عمره صادقا قبل أن يغرر فقال صادقا من قلبه أستغفر الله من تلك الذنوب كلها لغفرها الله ولم يبالي ولعاد كأومي ولدته أمه لأن الله وعده بالمغثرة هذا ما نشك فيه هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب لكن بالتوحيد الخالص أن تعتقد كرم الله لأنه لما وصف نفسه بالرحمة رحمته وسعت كل شيء ومما مسعته الذنوع المذنبين مسيئين عبد مسرف مذنب الخطاء يأتي ابن تسعين سنة الناس تأتي للعمرة لكن في الحج البعض يقول سبحان الله الحجاج أكثرهم كبار سن هذه حكمة من الله جاءوا في آخر أعمارهم تائبين جاءوا في آخر الأعمار واليبين مستغفرين راجين لرحمة أرحم الراحمين ومن قصد الله وتوجه إلى الله ولو في عقر داره وليس أن يأتي إلى بيته لغفر الله له ولم يبالي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم اللهم أغفر لنا اللهم أغفر لنا اللهم أغفر لنا